مساء الخير قصتنا النهاردة جاي نحكيها لك عشان نقولك انه زمن المواجزات لسه مقتش نتكلم النهاردة عن قصة حيات الناجية الوحيدة حادثة الطائرة البيروفية لانسا دخلت موسوعة جانس على انها اخطر حادثة طيران حدثت بسبب عاصفة راضية جولين كوبك جولين هي بنت ألمانية اتولدت سنة 1954 كانت وحدة ابوه ومه اللي كانوا بيشتغلوا في مركز أبحاث خاص بيه في مدينة بيروف بأمريكا الجنوبية اسمه فانجوانا وفي سنة 1971 وجولين كان عندها 17 سنة قررت انها تقضي عشية عيد الميلاد طريقة مختلفة وتسافر بلدة جنب البلدة بتاعتها عند صحاب ليها وتغير جو بس تمومتها كانت بتخاف عليها وقررت انها ما تسيبهاش تسافر لوحدها وابوها حضرهم علشان الأحوال التقص الفترة دي غير مطمئنة لكن للأسف المصيبة جت تزورها ودي جزت اللي ما يسمعش كل ما بابا يقولها أقلعت طائرة لانسة البيروفية اللي كان على متنها 91 راكب منهم جولين ومامة عمرية بعد نص ساعة من إقلاع الطيارة ضربت عصفة رعضية الجناح الأيمن للطيارة والنار مسكت في كل المحركات بتاعتها وابتدت الطيارة تتفكك وركاب يقعوا واحد وراء الثاني منهم جولين اللي كانت مربوطة كويس في الكرسي بتاعها ووقعت من على بعد ثلاث تلاث قدم في غابات الأمازون مش هتصدقنا دي فضلت عيش بعد ما وقعت فضلت في حالة إغماء فترة طويلة وأول ما صحيح تلاقت جثث كتير جدا حواليها وكانت مصابة بكسر في الضم والطرقوة وجروح عديدة لجميعا حادستها وفضلت تحاول تتحرك وتنشي حدا ما لقت علبة حلويات وكانت مربوطة في أحد البخص وكانت بتشرب المية مربوطة على أجراء الشكر وفضلت على حالة عشر تيام لحد ما جيب ذكرتها وجملة ممتها من حبث وتبتي في الأدغال فسيري وراء مجرى النهر فهناك ستجي زينة حضارة وفضلت مشي وراء مجرى النهر لحد ما لقت آرم وشافها رجلين كانوا سكنين في كوخ قدام الآرم وأول ما لقوها خدوها وعملوا لها الإسعافات الأولية اللازمة وعرفوا منها الحادثة اللي حصلت وبلغوا البوليس والشرطة بعدت جولين البوليس في إيجاد الكثير من جثث الضحايا في 1 يناير 1972 تم اكتشاف قثة والدتها من ضمن الضحايا اللي ميته ورجعت لباباها وقابلته فتحياتها كانت مصدر إلهام للكثير من المخرجين في حوليود وعام 1974 قدمها المخرج جوساب ماريا سكوتاز في فيلمه الأشهر ماريكلز ستل حابنز أو المعاجزات لا تزايد تتحقق من بطولة سوزن بنالجان وفيلم وينكس اف هو أو أجنحة الأرض سنة 1998 وتجوزت جولين عام 1989 وأصبحت علمة في علم الكيمية الحيوية وأضافت إذريات كثير في علم البيئة ودي أكتلك أن الحياة متعتها في رحلتها وما فيش حاجة في الدنيا تقدر تنقص يوم واحد بس من عمر أتتلور وتصبحوا على خير